ختم مساء أمس وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر ممثلا لرئيس الوزراء أعمال الملتقى الثامن عشر للوزراء المكلفين بالأمن في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية هذه المناسبة اختضنها في فندق هيلتون هنا بالعاصمة أنجميل محمد أحمد باشر بعد يوم بالتمام من انطلاقة أعمال الملتقى الثامن عشر لوزراء أمن دول اللجنة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية التي تعرف بسيماك حيث يأتي هذا الملتقى بعيد ساعات من الملتقى الخاص بقادة شرطة دول أفريقيا المركزية الستة حول أمن المنطقة والذي نعقد هنا بالعاصمة أنجمنا وتوصل المشاركون في نهاية هذا الملتقى الخاص بوزراء أمن دول منطقة السيماك إلى نتائج وقرارات عدة أبرزها وضع ألية وخطة متكاملة لتأمين المناطق الحدودية لدول شبح الإقليم الستة تشاد الكاميرون الجابون الكونغو برازافيل غينية الاستوائية وأفريقيا الوسطى وكذا اعتبار الشراكة التي تجمع دول المجموعة والشرطة الدولية الانتربول داعما قويا في مكافحة الإرهاب والجرائم خاصة بعد أن قررت تلك الدول إزالة كافة الحواجز التي تتعلق بعمليات تنقل الأفراد والأمتع بين مجموعة دول السيماك بطريقة حرة وفي ذلك أكد وزير الأمن العام والحجرة أحمد محمد باشر بأن جميع تلك الإجراءات التي اتخذت خلال هذا الملتقى تمثل النية الصادقة لقادة دول المنطقة في تنمية شبح الإقليم على أسس متينة اعتبارا من أن الأمن والسلام بين تلك الدول ضرورة حتمية قبل أي اعتبار هذا الملتقى الثامن عشر لوزراء أمن دول مجموعة السيماك الستة ودولة ساوتومي اختتمت باعتماد كافة النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون في أعمال الملتقى الخاص بقادة شرطة دول المجموعة السيطة وجمهورية ساوتومي ترأس القائد العام للقوات البرية الجنرال أبوكر عبد الكريم داود حفل تسليم وتسلم بين القائد السابق الجديد للمنطقة العسكرية رقم سبعة بإقليم بركو كان ذلك بمدينة فايا حضرة الإقليم وبحضور المسؤولين الإذارين والعسكرين عيشة أحمد دكي منذ توليه مهام القيادة الأسكرية للمنطقة رقم سبعة جاء حفل التسليم والتسلم بين القائد السابق للمنطقة الأسكرية رقم سبعة الجنرال أحمد دادي والقائد الجديد الجنرال أبوكر شواء بحضور القائد العام للقوات البرية الجنرال أبوكر عبد الكريم داود حيث بدأت المناسبة بكلمة القائد السابق الجنرال أحمد دادي الذي أوضح بأن الأطاء والتجديد في الحياة الأسكرية هما عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف في أي حال من الأحوال للحفاظ على الثوابط والمبادئ والضوابط الأسكرية التي تعتبر بمنزلة البوصلة التي توجه الجيش نحو تحقيق أهدافه المنشودة أما القائد العام للقوات البرية الجنرال أبوكر عبد الكريم داود أشاد بالجهود التي بذلها القائد السابق من التزام وتفاني في أداء المسؤولية وأنه لا زال هناك الكثير من العمل يستوجب الوقوف عليها للحفاظ على المنطقة أما الكلمة الأقيرة فكانت للقائد الجديد للمنطقة الأسكرية رقم 7 لمدينة فيع الجنرال أبوكر شواء الذي أوضها بأن من هذه اللحظة التي تجدد فيها المنطقة الأسكرية رقم 7 ديناميكيتها أنه سيعمل لتطوير قدرة الجيش وتنظيم صفوفها في نهاية الحفل تم أرض أسكري نال إعجاب الحاضرين